موسيقى أننا سنعمل حاليا على وضع خارطة أثرية خارطة أثرية وطنية ستكون هذه الخارطة يعني موضوعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي شبكة الأنترنت حتى يتمكن السائح الأجنبي أو السائح الوطني أنه يعرف كل منطقة وخصوصية ما هي المواقع التي تتوفر عليها المتاحف بماذا تتميز إذن هذه الخارطة ستقلص من حجم التفكير الواسع والبحث بمعنى هذه وحدة تكون كفيلة بالمساعدة على معرفة كل منطقة وخصوصية كل منطقة نحن الآن نعمل على وضع مدونة سجل كبير للأزياء الجزائرية التراث الجزائر نتابع ونقرأ دائما أن هناك سطو على التراث الجزائري وعلى الزي الجزائري وعلى الأونية الجزائرية هذا عمل كبير نحن نرى نوعين به وهناك عمل كبير لوضع مدونة كبيرة لكل الأزياء الجزائرية بتنوعها من الشم للجنوب من الشرق للغرب في كل منطقة لها خصوصية في اللباس وفي الأزياء هذه كل رح نوثقها ونعملها ونحميها ونصنفها هذا تاريخنا وهذه ذاكرتنا وهذه 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر